انابا معالي الشيخ محمد من خليفة الخليفة وزير نفط معالي الشيخ نواب بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء لافتتاح قمة الشرق الأوسط للطاقة في نسختها الأولى في مملكة البحرين وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط الحادي والعشرين للنفط والغاز ميروس 2019 بمشاركة عددا من كبار الشخصيات والمسؤولين وصنع القرار بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب المتخصصة في مجال الطاقة هذا وقد شهد معالي الشيخ نواب بنعقاد هذه الفعالية المهمة على أرض مملكة البحرين في نسختها الأولى وبالمواضيع المهمة التي سوف تطرح في الجلسات النقاشية بمشاركة متحدثين من كبار الشخصيات المتخصصة من مختلف الشركات والمؤسسات المعنية في قطاع الطاقة في تصريح لمعالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط قال فيه أن العالم اليوم يشهد الكثير من التحديات الصعبة على مختلف الأصعدة ومن ضمنها الصناعات والنقل والطاقة التي تحتاج إلى وضع استراتيجيات آمنة ومستدامة ومرنة حديثة تتماشى مع التطورات السريعة من أجل تلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة والحفاظ على نمو وازدهار الاقتصاد العالمي منوها إلى أهمية دراسة هذه التحديات وتحليلها والاستفادة من التجارب من مختلف الجهات العالمية والمتخصصة في الطاقة وتحويلها إلى فرص استثمارية تطويرية نحو تقدم ونمو وازدهار هذا القطاع الحيوي والمهم تحدث في القمة عدد من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين حول العديد من المواضيع ذات الأهمية ومن أهمها بناء استراتيجيات الطاقة المرنة والمستدامة تحسين اقتصاديات الطاقة، تكنولوجيا الطاقة والابتكار أفضل ممارسات الطاقة والدروس المستفادة وإدارة الطاقة من خلال وضع السياسات المتخصصة في قطاع الطاقة طبعا سلسلة من المؤتمرات المستقبلية إن شاء الله اللي راح تقوم بها جمعية مهندسين البترول العالمية لأول مرة في مملكة البحرين على مستوى العالم تناقش قضايا مهمة استراتيجية تتعلق بقطاع الطاقة عامة تتكلم عن مبدأ الاستدامة والتحديات التي تواجهها صناعة النفط والغاز وصناعة الطاقة بشكل عام ومنهمها طبعا التحديات البيئية والتحديات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية وتأثير بعض التحديات على صناعة النفط في الغاز العالمية طبعا هذا إن شاء الله راح يكون بإذن الله بشكل مستمر راح نستمر في هذه الحلقات النقاش والمؤتمرات في المستقبل وطبعا الشيء المفرح أن البحرين يعني أن يكون فيها أول بواتق هذه الاستراتيجية لأن هذا المؤتمر راح إن شاء الله يستمر في المستقبل ويتحدث إن شاء الله عن أشياء كثيرة تتعلق بتحديات القطاع النفط والغاز العالمي ترجمة نانسي قنقر